اشتركوا في القناة القمر ما زال موجود في منزلة سعد الأخبي وهي زي ما حكينا للحماية والضرر والضفر والعقد ورح يمكن فيها حتى تمام ساعة 10 و56 دقيقة مساء أي منتصف ليل 27 على 28 وبعدين رح ينتقل لمنزلة المقدم وهي الخير والثبات والسلامة والمحبة القمر اليوم رح يكون متواجد ما بين الدلو والحوت يعني رح يكون بالدلو وبعدين ينتقل للحوت في ساعات المساء تأثير القمر عندما بكون موجود بالدلو زي ما ذكرنا في الأيام الماضية بنشعر انه احنا بحاجة مثل التغيير الروتين هو عدو هاي الوضعية منكون ودودين اكثر ومننشط اجتماعيا ومنرغب في الانضمام لنادي او مجموعة من الرفاق وتجربة اسلوب جديد في حياتنا بيتصرف الناس من حولنا عادة بشكل منطقي اكثر من انه عاطفي بوسعنا تعزيز صداقة جديدة او ادخال تغيير على مظهرنا الشخصي كقصة الشعر مثلا او شراء جهاز استيريو او تلفاز او تجربة طعام جديد اما بالنسبة للزوايا الفلكية اللي رح تتشكل اليوم فاليوم عنا زاويتين ما قبل خلو المسار وزاوية بعد خلو المسار الزاوية اللي رح تكون الاولى هي زاوية التقابل سلبية بين القمر والزهرة رح تكون في تمام الساعة خمسة واربع دقائق صباحا بتوقيت جرينيج اكثر المتضررين اللي بكون عندهم مشاكل عاطفية اذ يتجه الى التنفيذ من خلال صرف النقود باسراف دون حساب اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تزديس ايجابية بين القمر والمريخ اللي رح تكون في تمام الساعة سبعة وسبعة عشر دقيقة صباحا وهي بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وافكارنا ومنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا واحداث التغييرات المطلوبة بعد هاي الزاوية مباشرة بصير خلو المسار خلو المسار هو ساعة سبعة وسبعة عشر دقيقة صباحا ورح يستمر حتى تمام الساعة ثلاثة وثلاثة وثلاثين دقيقة بعد العصر وهذا يعني ان الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار طبعا هنا القمر بصير انتقل ساعة ثلاثة وثلاثة وثلاثين دقيقة بعد العصر بتوقيت جرينيتش بانتقل وبيصير موجود بالحوت وتأثير القمر او تأثيره علينا ككل الابراج بتلعب الناحية الروحية دور بارز في هاي الفترة نشعر بالضياع ما مننجح في التركيز على موضوع معين منتدمر ومنكشف عن متاعبنا للغير منجد صعوبة في اتخاذ القرار او قرار حاسم قسم كبير من الفاشلين في غرامهم بينزووا جانبا وبيضرفوا الدموع بعيد عن اعين الاخرين قسم كبير ايضا من الموظفين بيتغيب عن عمله نتجه او نتيجة المرض او الشعور بعدم الارتياح النفسي في هاي الفترة بنقع في حبائل الغرام بوسعنا التأمل والصلاة والنجاح في عمل فني كالشعر والرسم وعيادة المرضى وشراء الزهور واقتناء آل التصوير بعد ما يستقر القمر بشكل اول زاوية لالو هي زاوية تثليث ايجابية رح تكون بين القمر وعطارد رح تكون في تمام الساعة ستة وثلاثة واربعين دقيقة مساء بنشعر بقوة الفكر والقدرة على الادراك الجيد بالاضافة الى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة طبعا القمر بما انه رح يكون موجود بالحوت معناه تخلو المسار القادم رح يكون يوم ثلاثين تسعة رح يكون في تمام الساعة خمسة وتسعة وعشرين دقيقة مساء وحتى فجر اليوم التالي اي يوم واحد عشرة تمام الساعة ثنتين وسبعة واربعين دقيقة فجرا لا ينتقل بعديها للحمل يعني ببدأ يوم ثلاثين بانتهي يوم واحد عشرة اما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر الاحدى ب11 يوم في تمام الساعة ثنتين ودقيقتين بعد الظهر بتوقيت جرينيتش بيصبح 12 يوم نسبة الاضاءة 85 في المية اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الميزان حتى يوم اثنين وعشرين عشرة طبعا الشمس موجود في العشرية الاولى لسه ما زالت في بداية حتى او منتصف العشرية الاولى مزاجها سعيد بنسبة 15 في المية القمر في الدلو حتى يوم واحد عشرة مزاجه سعيد بنسبة 30 في المية عطارد في العقرب حتى يوم 14 عشرة طبعا عطارد موجود باول درجات العشرية الاولى مزاجه منتحس بنسبة 50 في المية طبعا السبب انه في بداية هاي الدرجات هو بشكل زاوية تربيع غير متصلة مع المريخ مع بلوتو مع زحل وبرضو زوايا تقابل غير متصلة مع المريخ ومع اورانوس ومع القمر الاسود عشان هيك تنزل نسبة الحضور التاعته وهو لانه بداية انتقال فعشان هيك يمنتحس بنسبة 50 في المية اما بالنسبة للزهرة فهي موجودة بالاسد حتى يوم 12 والزهرة موجودة بالعشرية الثالثة مزاجها سعيد بنسبة 40 في المية لانها هي اول اشي جاية في مكان صحيح انها مشكلة مقابلة مع القمر ولكن انه في الها زاوية قوية زاوية تتليث بتيجي مع المريخ والقمر الاسود فعشان هيك بتعطيها نسبة حضوض عالية بالنسبة للمريخ في الحمل بيتراجع حتى يوم 13-11 وهو في العشرية الثالثة منتحس طبعا بشكل كبير جدا اليوم لانه نسبة الانتحاس بتصل لـ 60% التشكيل الزواية الحد اللي هي التربيع بلشت تتشكل بقوة وطبعا المتصلة هي مع زحل المنفصلة مع بلوتو ومع المشتري وبرضو في نفس اللحظة عامل اقتران كامل مع القمر الاسود وعامل تقابل مع عطارد يعني شوفوا هالتشكيلة للمريخ اللي هي اساسا الها علاقة بالحرائق والتفجرات والعمليات العسكرية والتهديدات والعصبية والثورات والامور اللي إلها علاقة للحدية والشغلات هاي طبعا بسبب المريخ والزوايا اللي بشكلها بالنسبة للمشتري في الجدي حتى يوم 19-12 في آخر العشرية الثانية مزاجه سعيد بنسبة 15% رغم انه بشكل زوايا تربيعي لانه هو عامل زاوية تسديس جاي مع نبتون وبرضو لانه بمشي بالمسار الامامي بعطيه نسبة حضوض 15% زحل في الجدي بيتراجع حتى يوم 29-9 يعني مضاي اللوء تقريبا يومين وخلص بنهي أو بكرة بنهي عملية التراجع هو في آخر العشرية الثالثة مزاجه منتحس أورانوس في الثور بيتراجع حتى يوم 14-1 آخر العشرية الأولى مزاجه منتحس اللي برضو لانه رغم انه بشكل زاوية تثليث مع المشتري الا انه برضو عامل تقابل بقى جاي مع عطارد ولانه بتراجع فنسبة الحضوض قليلة احنا بنقول ممتزج يعني لكنه بنعطي الانتحاسة تحسبا نبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 29-11 آخر العشرية الثانية مزاجه ممتزج فطبعا لما بقول آخر العشرية الأولى العشرية الثانية هدولا أكثر ناس رح يتأثروا من وجود الكوكب هد بلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم 14 اللي هو موجود في العشرية الثالثة ومنتحس بنسبة تقريبا نقدر نقول 10-12% رغم انه انا بعطيها حدية اعلى لانه زاوية التربيع قوية اللي بتتشكل مع المريخ وهي زي ما حكينا بلوتوف له بالشغلات العنيفة واللي بتيجي يعني حد جدا فعشان هيك بنعطيه نسبة عالية شوي وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا بالنسبة لبرج الحمل لأجواء ضاغطة بشكل كبير وخصوصا على موليد العشرية الثالثة تحديدا بتدخل في مراحل ممتزجة في بعض الأوقات ما بين إيجابية وسلبية يعني بتقدر تنجز أشياء بتقدر تتحرك بتقدر تنشط ببعض الأمور بعض الحضوض ممكن يعني هاها تعطيك بعض الإيجابيات لما أوليد كل برج الحمل بتقدر تسيطر على نفسيتك ولكن في ساعات المساء بدك تحذر من العصبية اللي ممكن تكون أكثر من الأيام الماضية والحدية أهم مش أنك ما تتسرع بقراراتك وما تعمل أعمال مرتجلة لأنه شوي النفسية عندك متقلبة خلال الفترة هاي هي الحدية والعصبية أكثر إشي والتسرع يعني هي أكثر النقاط اللي أنا بحذر منها على المستوى الشخصي أما بالنسبة للبيت الثاني فطبعا أورانوس جاي تأثيره على موليد اللي هي آخر العشرية الأولى أول العشرية الثانية هذولة بدهم يديروا بالهم من المصاريف أكثر شيء باقي الموليد ممكن يحصلوا مكاسب مالية أو ممكن تجيهم من أعمال إضافية أو مستردات أو هبات ممكن أنه شوي تهتموا ببعض الشؤون المالية أو ترتيب وضع مالي معين ولكن المصاريف ممكن تكون الزيادة أو فيها نوع من أنواع يعني الإضطرابات أو هيك شيء العلاقة ببداية خسارة أو قلق من موضع مالي معين أما بالنسبة للبيت الثالث فطبعا الزهرة ما في أي تأثير لأي كواكب موجودة فيها فعشان هيك منقول أنه اليوم يعني برضو بيحمل لك نوع من أنواع النشاط والقدرة على إنجاز بعض الأمور بشكل إيجابي بتساعدك اليوم بقدرة على التواصل والأفكار والتنقلات ما تعتمد على الحظوظ نهائيا إذا كان عندك امتحان أو عندك سفر أو عندك شيء العلاقة بالقيادة حاول أنك تستعد أو تدرس بشكل جيد وتنتبه وتركز بشكل قوي ممكن اليوم يحمل لك نوع من أنواع التعاون أو التعامل مع أخي أو جار بالنسبة للبيت الرابع برضو ما في أي تأثيرات للكواكب فيه ولكن إجمالا هو بركز على وضع البيت وهو تحديدا يعني زاوي التربيع أساسا تربيع مع برجك بضغط شوي على مسائل إلها علاقة بالبيت ممكن ظهور بعض الخلافات أو النقاشات أو الحدية أو تستاء من تصرف أحد أفراد العائلة أو أحد أفراد العائلة يخذوا لك في مسألة معينة أو ممكن يكون عندك بعض الأعباء اللي هي العلاقة بالمصاريف أو اهتمام بشيء معين منزلي أما بالنسبة للبيت الخامس فأنا شايف الأجواء تقريبا بتحمل بعض الأجواء الإيجابية العاطفية بتعزز من عاطفتك أو من التحالف صحيح أنه ممكن يخيب أملك في مسألة معينة ممكن تتفشش في هواية أو في مسألة معينة أو تلهي حالك عن أمر مخيب للأمال أو هيك يعطيك شوية حساسية لأنه برضو الأجواء عاطفيا بتسيطر عليك في تقلب عاطفي عالي جدا رح يكون خلال هذا اليوم ما بين إيجابي وسلبي ممكن يكون لك نوع من أنواع التحالف أو التعاون مع المقربين أو مع حبيب أو مع أحد الأبناء أو الوالدين أو تشعر بنوع من أنواع الدعم من حبيب أو شخص أنت بتعز عليه أما بالنسبة للبيت السادس فما فيه أي تأثير للكواكب فيه فعشان هيك بس منقول لك إنجز الأعمال الضرورية والمهمة اهتم بأعمالك ما تخليها تتراكم عندك لأنه برضو تنساش أنه يعني شوي القمر بده ينتقل في ساعات المساء ورح يوصل لمكان حساس جدا بيت المتاعب فعشان هيك ممكن يعطل عندك الأعمال أو أمور إلها علاقة يعني بالشأن الصحي يصير عندك بعض الطرابات الصحية فبدأك تركز بشكل قوي بالنسبة للبيت السابع طبعا الشمس اليوم رح تفقد اتصالاتها فعشان هيك رح تنزل الحظوظ عندها عشان يعني شوي ما في أي تأثير هذا ما نسميها إحنا زي الشمس المحترقة أو الهابطة أو شغلات زي هيك فعشان هيك تأثيراتها بتكون ضعيفة جدا بالإيجابية بتدعمك في بعض المسائل اللي إلها علاقة بالشراكة أو توطيد العلاقة أو التعامل مع الشريك ولكن أهم إشي لأن حضوظها نازلة بنقولك دير بالك من الاستياء من تصرف الشريك أو حدية بالطباع أو ممكن هيك تنفعل عن المسألة معينة فصير فيه نوع من أنواع المشاحنة أما بالنسبة للبيت الثامن فطبعا موليد العشرية الأولى أو بداية موليد برج العقرب هم أكثر ناس بدهم ينتبهوا لأنه الضغط عندهم كبير جايما عطارد اللي أساسا مسووا زوايا سلبية وحادي جدا وزوايا تثليث مع القمر إيجابية فعشان هيك رح يشعروا بنوع من أنواع الاضطراب يعني بمعنى آخر أنه يعني هدولة اللي هم أول درجات برج الحمل ما رح يتأثروا بشكل سلبي لأنه العطارد موجود في أول درجات العقرب بدهم ينتبهوا أول إشي من الأمور المالية مصاريف غرامات مخالفات وخصوصا زي مخالفات السير أو الأمور اللي لا علاقة ببعض الأمور اللي بتتعلق في مثلا تركي ميراث نفقة أشياء أمور بنكية ضغوطات مالية ممكن تيجي على هذا المستوى فعشان هيك بتكون تهتموا بشكل كبير ما تتركوا أي شيء يسجل عليكم يعني علامة ممكن مصاريف تيجي بشكل مفاجئ يعني تيجي على مستوى مثلا كمصاريف دفعات أو التزامات على المستوى الشخصي تروح أنت تتفشش بالمصاريف أو تصرف بدون حساب فتلاقي حالك أنت ورطت حالك بشغلات كبيرة أو إنه إشي على مستوى التارفيه والأصدقاء واللقاءات والشغلات اللي زي هيك والعلاقات الاجتماعية أما بالنسبة لبيتك التاسع فأحنا منقول الأجواء برضو بتدعمك بشكل قوي على مسألة إلها علاقة بالاتصالات البعيدة والسفر أمور الامتحانات ما في أي تأثيرات لا إيجابي ولا سلبي فعشان هيك منقول لك حاول قدر الإمكان إذا كان عندك امتحان أنك تدرس وتستعد بشكل جيد وما تعتمد على الحضوض أما بالنسبة لبيتك العاشر فطبعا أحنا منحكي هنا عن برج الجدي اللي مشكل مجموعة زوايا كبيرة وخصوصا بتأثر بشكل إيجابي على موليد العشرية الأولى والثانية ولكن موليد العشرية الثالثة هم اللي شوي عندهم نوع من أنواع الاضطراب بسبب الزحمة تبعات الكواكب هاي الموجودة ابتداء من بكرة بتبلش تفكفك وخصوصا مع نهاية تراجع زحل مع نهاية تراجع المشتري اللي انتهى وصار عدلة الحركة الأمامية ولكن زوايا التربيع اللي مع المريخ هي اللي ضغطة بشكل أكبر فعشان هيك منقولكو أنه يعني هنا بتكو تنتبهوا من بعض المسائل اللي إلها علاقة بالأصدقاء أو المعارف احذروا خداعهم خيانتهم أمور إلها علاقة بالتشكيك أو استدراجكو بمسألة معينة أو استغلالكو في مسألة معينة حاولوا ما تعطوا الثقة بشكل كبير خلي تواصلكو حذر جدا كونوا واضحين وجريئين في رفض أي أمر ما بعجبك أو بتشكك فيه بس أهم شيء أنه ما تدخل بمواجهة حد معهم ممكن تنشط أو ممكن تنزعج يعني ممكن تنشط بزيارات وممكن تنزعج من الزيارات طبعا ممكن أنه شوي يكون لك بعض الاهتمامات بالمصالح ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل ممكن تقوي علاقتك معهم أو يجيك نوع من أنواع الدعم وفي منكم ممكن يحصل على رتبة أو على ترفيع أو على زيادة راتب طبعا هذا الأمر رح يظل يعني بقوته هاي لغاية ما قبل ساعات الظهر أو لغاية ساعات الظهر بعدين من ساعات العصر بتدخلوا فترة غير مريحة تلزمكم الانتباه أكثر لصحتكم لأن القمر رح ينتقل ويصير في بيت المتاعب فعشان هيك بتكونوا حاذرين برج الثور طبعا اليوم الأجواء أحسن على المستوى الشخصي والنفسي مشحونين بطاقة عالية جدا في نوع من أنواع الأحداث المفاجئة أو القرارات أو التحركات المفاجئة بالنسبة لإلك ممكن شوي يكون لك بعض الاتصالات الخارجية أو التواصل مع بعض الأشخاص أو مفاجآت من خارج البلاد أو إشي على مستوى التدريس أو التعليم أو إشي هيك يعني يعني فيه مميزات قوية جدا اليوم رح تساعدك وتنعيشك ممكن يكون دعم شخصي أو ممكن بداية معرفة جديدة أو يطمئن بالك من مسألة ما أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا نقدر نحكي في بعض الاهتمامات على المستوى المالي قوية بتساعدك في بعض الإنجازات ممكن اليوم أنك أنت تحصل على بعض المكاسب اللي بتيجي من عمل إضافي أو مستردات أو هبات أو نوع من أنواع الدعم ولكن أهم شيء اللي عنده فشل عاطفي يدير باله من المصاريف لزيادة أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء هنا بتركز على أمور إلها علاقة بالتنقلات والاتصالات والحوارات بشكل قوي فممكن تنشط باتصالاتك وحواراتك وتنقلاتك يعني فيه أشياء إيجابية دعملة إليك اليوم حتى على مستوى الامتحانات المدرسية ممتاز ولكن أثناء قيادتك للسيارة بدك تكون منتبه أثناء حركتك من بعض الأشياء اللي ممكن تيجي بشكل مفاجئ زي حوادث أو إصابات أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت الأجواء تقريبا بتحمل أشياء إيجابية اليوم راح تكون قوية إما بالتلاقي أو التقارب أو التضامن ممكن تبدأ بعمل شيء معين إلى علاقة في البيت زي ديكور أو ترتيب أو اهتمامات منزلية ممكن أن يكون لك اهتمام بأحد أفراد العائلة أو حل مشكلة معينة أو تنشط بمناسبة معينة أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء هنا بتركز على أمور العاطفة الأجواء تقريبا بنقدر نحكي أنها داعمة شوي بتساعدك بتعزيز علاقاتك العاطفية ولكن مش بقوة ومش كل موليد برج العذراء ممكن يستفيدوا منها عاطفيا إلا أن الأجواء فيها نوع من أنواع الإيجابية يعني بتضبط أعصابك قدر الإمكان وبتقدر تسيطر على ردات فعلك وإنفعالاتك أما بالنسبة للبيت السادس فهنا بدك تنتبه أنه الشمس صحيح موجود في البيت السادس ولكن مشكلتها أنه اليوم محترقة لأنها اليوم ما راح تشكل زوايا فعشان هيك راح تمر في أوقات راح تكون زي خالية المسار بمعنى آخر أو بمعنى يعني ما فيش زوايا فعشان هيك بنقول لك دير بالك على مسائل إلها علاقة بالعمل أو يتراكم عمل عندك ما تعتمد على الحظ على أعمالك أو على صحتك ممكن تشعر ببعض الاضطراب أو الابتئاب أو حتى ممكن هيك تحس بنوع من أنواع الأشياء المش مريحة إما على مستوى العمل أو على مستوى الصحة أما بالنسبة للبيت السابع فاليوم بدكوا تكونوا حذرين من ردات الفعل العصبية أو الحد جدا أو الاستياء ما بينك وبين شركائك وخاصة بداية موليد برج التور هذولة بدهم ينتبهوا لأنه ممكن تحمل لهم خلاف نقاش حوار ردة فعل سلبية من تعامل الأزواج معاهم ممكن أثناء تنقل ممكن أثناء رحلة ممكن أثناء اتصال ممكن أشياء لها علاقة مثلا بعمل يعني بدكوا تنتبهوا يعني تلتهي بالعمل عنهم تهتم بعملك أكثر منهم تطلع بمشوار بدون ما تشاورهم أشياء زي هيك فعشان هيك بتكونوا حذرين للنقطة هاي وخصوصا أنه الخلافات رح تيجي بطريقة التشاور ففيها نوع من أنواع الحدية والعصبية بشكل قوي بدكوا تنتبهوا أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء تقريبا في بعض الاهتمامات على المسائل المالية فممكن أنك ترتب وضع مالي أو تهتم بشيء العلاقة بالمال الأموال المشتركة هي المقصود فيها الأمور البنكية أمور ضريبة تأمين ميراث تركية حقوق زوج مثلا أو زوجة زي الأشياء اللي بتندفع ما بعد الطلاق فعشان يكي بتكونوا تهتموا فيها بشكل كبير أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء هنا بتعزز نقاط إلها علاقة بالسفر ولكن بتحمل ضغوطات عالية جدا إلها علاقة إما بأشخاص خارج البلاد أو قلق من موضوع بتعلق في دولة أو بتكون أنت على موعد مع سفر وبتأجل أو خبر مزعج بيجيك من خارج البلاد أو ممكن أشياء إلها علاقة بدراسة الجامعية أو الامتحانات أهم شيء أنك تسيطر على انفعلاتك قدر الإمكان وما تشغل مخك كثير في الأمور هاي شوية بتتفكفك الأمور وبتصير فيه نوع من أنواع الحلول وخصوصا ابتداء من الأيام الجاية بعد ما ينتهي وجود القمر في بيت متعبك عشان نبقى وابحين منازة بالنسبة لبيتك العاشر فطبعا القمر موجود في بيتك العاشر فعشان هيكي بتكونوا تحافظوا على إنجازاتكم القائمة في مجال العمل وواصلوا عمل بدأتهم فيه من قبل الأجواء بتساعدكم على علاقتكم مع زملائكم أو رؤسائكم بالعمل بتعزز من طاقتكم بشكل إيجابي ممكن تهتموا ببعض المسائل العملية أو عملي جديد أو مناقشة أو إنجاز بعض الأعمال أو تعزيز سمعتكم بشكل قوي ولكن هذا رح يظل قوي معكم لغاية ساعات العصر أهم شيء أنك ما تجازف وما تغامر وما تدخل بأعمال المشبوهة من ساعات العصر بتلتقوا الأصدقاء ومنكم ممكن يتوجه له دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو يسعد بلقاء بعض الأصدقاء الأجواء داعمة وبقوة أهم شيء أنك أنت اليوم يعني ما تبالغ بترفيهاتك أما بالنسبة إلى بيتك أما بالنسبة إلى بيتك 12 لو بيت المتاعب موليد العشرية الثالثة أو من منتصف موليد العشرية الثالثة وحتى آخرها هذول أكثر أشخاص بدهم يكونوا حذرين خصوصا من الأشياء اللي تحاكم الخفاء أشخاص بتآمروا عليهم مواضيع إلها علاقة بالخداع أو الخيانة أو إلها علاقة بالاستدراج ديروا بالك على أموالك وعلى صحتك وعلى أعمالك يعني ما يوهمك شخص ما تخلي شخص يوهمك فجأة هيك أنه هو صديق وخايف على مصالحك وإعرف أنه هو قاعد بيكيد لك لمسألة معينة عشان هيك نحن ما نقول لك اتهم أي شخص نقول لك احذر من أي شخص برج الجوزاء طبعا القمر ما زال موجود في مكان قوي له البيت التاسع لا إلك فعشان هيك اليوم أنت نشيط صحيح أنه بيتك الشخصية ما في تأثيرات للكواكب يعني ما عندك كواكب ولكن أنت تأثيراتك يبتيجي من حركة القمر أكثر فعشان هيك اليوم في عندك نوع من أنواع النشاط والحركة أو نوع من أنواع التغيير أو الرغبة في بعض التغييرات ولكن هاي الأمور ما رح تظلها قوية بشكل كبير طول اليوم هي لساعات تقريبا بين الظهر وساعات العصر بعدين الأجواء رح تختلف تماما رح تركز على مسائل إلها علاقة بالعلاقات إلها علاقة برضو بأمور بتتعلق في مكان العمل أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء برضو على المستوى المالي ما بتحمل أي مفاجآت كثيرة في منكو رح يحصل بعض المكاسب المالية اللي بتيجي من عمل إضافية أو مستردات أو هبات أو نوع من أنواع الدعم ولكن الأهم أنك ما تبالغ بالمصاريف وما تتفشش بالمصاريف يعني بمعنى آخر دير بالك على فلوسك أما بالنسبة للبيت الثالث فهنا الأمور شوي ممكن تخليك تتصرف أو تتنقل بحرية أكثر ممكن تنشط ببعض المسال اللي إلها علاقة بالدراسة أو الامتحانات أو التنقلات الحظ بدعمك حتى على مستوى الإقناع بوجهات النظر أو أمور امتحان أو أمور مثلا تعارف على أشخاص أمور إلها علاقة بالسيارات بالإلكترونيات قوية جدا وخصوصا موليد العشرية الثالثة هم أكثر ناس رح يحسوا بالإيجابية لهذه المواضيع خصوصا أنه الحظ بدعمهم في بعض المسائل رغم أنه كل الكواكب بتضغط البيت الثالث إلا أنه الزهرة ممكن تعطيك مجال جيد على مستوى الامتحانات والاتصالات والتنقلات أهم إشي المحبط عاطفيا يبعد عن شيء اسمه مغامرة يعني محبط عاطفيا يطلع بالسيارة ويصير بده يعمل حركات أو بده يغامر أو بده يمشي ويعلل مسجل وهذه الأجواء اللي ممكن بعض الجوزاء بعيشوها ديروا بالكم هاي الأمور ما تدعملوها اليوم لأنه في مفاجآت المفاجآت هاي ممكن تعمل خسارة مالية كبيرة فبدكوا تنتبهوا من أي شيء ممكن يوجهك لصرف الفلوس مقابل هاي الأمور أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء تقريبا منقدر نحكي أنه في بعض الأمور العائلية أو الاهتمام العائلي أو التحالف العائلي اليوم بيدعموك بشكل جيد وممكن بعض الاهتمام من أفراد العائلة فيك وممكن حتى من كثرة من الاهتمام هذا تذذيق أكثر في منكو لا العكس يعني عكس اللي أنا قلته تماما رح يصير معاه طبعا ليش لأنه أساسا العدراء هو البيت الرابع وخالي من أي تأثيرات كواكب فعشانك ما بتحذر إيش اللي ممكن يصير يا إيجابي يا سلبي فمنكو رح يهتم بالبيت أو بمشكلة أو بخلاف أو بتصليحات ترميمات أو بموضوع عائلي معين أو بأحد أفراد العائلة أما بالنسبة إلى البيت الخامس فطبعا الشمس هنا ما رح تعطيه قوة لأنه أساسا هي ما بتشكل أي زوايا فممكن تهتم ببعض المسائل العاطفية أو التقارب مع الحبيب أو التواصل معاه ولكن ممكن شوي تشعر بنوع من الامتعاض أو خيبات الأمل أو الانزعاج من بعض الأشياء اللي ممكن هيك تستاء منها ممكن إهماله أو تقاعصه أو إنشغاله عنك أو ممكن إنه ما يمشي حسب ما بدك فأهم إيش إنك ما توجه انتقادات لاذعة وما تحمل عبء أكثر لأنه ممكن الظروف هي اللي ضغط عليه بشكل كبير برضو ما تحاول أنك تفرض رأيك على أحد الأحبة مثل الأبناء أو الوالدين أما بالنسبة للبيت السادس فهونا أكثر الاهتمام بدك تهتم وتنتبه لمسائل إلها علاقة بالعمل يعني العمل اليوم رح يأرقك أو يرهقك أو ممكن تدخل بخلافات بسبب العمل إما أنك أنت بتتهور في مسألة معينة فممكن يعني تسمع كلام أو يتوجه لك نظر أو ممكن نوع من أنواع الكلام اللاذع من العاملين معاك أو ممكن يكون ملف يكون صعب وما تقدر تنجزه بالكامل أو تتسرع بإنجازه فيكون فيه أخطاء عشان هيك بدكوا تنتبهوا بشكل كبير في مكان عملكم وأثناء حركتكم من الإصابات وبرضو انتبهوا على صحتكم بشكل جيد أما بالنسبة لبيتك السابع طبعا ما فيه أي تأثيرات للكواكب ما فيه كواكب في القوس فعشان هيك الأجواء بتتعاملوا على حسب طبيعتكم ما بينكم وبين الشركاء معني إذا كانت الأجواء إيجابية أنتوا إيجابيين إذا كانت علاقتك سلبية معناته فيه مشاكل وحدية وخلافات كبيرة أما بالنسبة للبيت الثامن فهنا نحن نحكي قاعدين عن المال المشترك وكل الكواكب تقريبا المتجمعة في الجديل وبيتك الثامن بتشكل زوايا تربيع على جهتين يعني زوايا تربيع كلها مع المريخ وزوايا تربيع مع عطارد فعشان هيك بدكوا تنتبهوا من أي إجراء أو تصرع أو مغامرة بمشروع جديد بدون دراسته بشكل جيد وأنا بفضل أنه يتأجل لحديث ما تستقر الأوضاع حاولوا تتبينوا أي شيء إذا كنتم مضطرين على توقيع عقد معين يعني بتكونوا تأخذوا كل البيانات ما في داعي للتصرع ما تتصرعوا باتخاذ قرارات مالية أو أمور إلها علاقة بالمجازفات بأموال الغير خصوصا الأشخاص اللي بيشتغلوا بالبورصة والأسهم والعملة والأشياء هاي بدهم يكونوا حذرين من أي مجازفات برضو بتكثر هنا الأمور اللي إلها علاقة بالغرامات أو المخالفات أو القضايا المالية أما بالنسبة للبيت التاسع فطبعا القمر موجود فيه فبدعمك لغاية ساعات العصر فاللي بيتقدم لأمتحان أو مقابلة بده يستعد بشكل جيد ما يعتمد على الحظوظ لأنه أول إشي القمر رح يشكل زاوية تقابل رح تكون مع الزهرة فهاي بتغرر فيك فممكن أنك تعيش أنه آه لا أنا ممتاز ووضعي كويس وهذا بعدين تلاقي حالك إلا أنت دخلت على امتحان وفشلت لأنك ما درست أو تنقلت على مكان ووجدت أنك أنت ناسي أغراضك يعني ما فيه تركيز عندك حاول تركز بشكل جيد حاول تضبط إنفعالاتك وما تتهور وما تتسرى يعني بمعنى آخر امشي وانت عارف وين بدك تحط رجلك أما بالنسبة للبيت العاشر فطبعا من ساعات العصر القمر رح ينتقل للبيت العاشر فعشان هيك رح تنجحوا بالمحافظة على مصالحكم الاجتماعية وعلاقاتكم والتقارب من علاقاتكم ودعم بعض الأشخاص للكم في مكان العمل أو على مستوى السمعة أو نوع من أنواع الدفاع عنكم في بعض المسائل أهميش إنك ما تجازف وما تغامر وما تدخل بأشياء مشبوهة يعني الأجواء جيدة وبتدعمك إما على مستوى عمل جديد أو حتى على مستوى بعض الأمور اللي إلها علاقة بالعلاقات أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء يعني خصوصا موليد العشرية الثالثة هم أكثر ناس بدهم يكونوا حذرين من الصداقة المتخفية بعداوة يعني بمعنى عدو وبتخفى بشكل صديق وبتقارب منك أو ممكن أنه يوجهك باتجاهات غلط أو ممكن يكون رفيق سوء أو ممكن أنه يحاول أنه يغرر فيك بشيء ما فعشان هيك بتكونوا حذرين من الأشخاص اللي بتتعاملوا معهم الأجواء جيدة لموليد العشرية الأولى والثانية وبعض الثالثة ممكن يتوجه لك دعوة لحذر حفلة أو مناسبة أو مؤازرة من بعض الأصدقاء أو ممكن يساعدوك في مسألة معينة أو يطمئن بالك من أمر ما يعني الأجواء فيها نوع من أنواع الإيجابية رغم التحذيرات اللي أنا حكيتها أما بالنسبة لبيتك 12 فالأجواء هنا بتركز على أمور بيت المتاعب ما في أي تأثير من أورانوس إلا أنه عامل مقابلة مع عطارت فعشان هيك انتبهوا لأشياء لها علاقة بالجهاز العصبي لها علاقة بالجهاز الحركي يعني بمعنى آخر انتبه من الإصابات بكل أنواعها حاذر حاول تركز بشكل جيد انتبه لعملك انتبه لصحتك انتبه ممكن لها صحة أحد الأحبة أو يعني الناس اللي بعزوا عليك بشكل كبير يعني بدها شوية حذر برضو اتجاههم يعني ديروا بالكم برج السرطان طبعا القمر موجود في البيت الثامن وبدو ينتقل للبيت التاسع يعني بمعنى آخر انه الأجواء على المستوى النفسي تقريبا لغاية ساعات العصر الأجواء تقريبا روتينية زي الأيام الماضية ما فيها أي تغيير شوي ممكن تحسوا ببعض الإيجابية أكثر كل ما اقتربنا لساعات الظهر أو العصر وخصوصا مع حركة القمر يعني حاولوا تستغلوها بالأشياء الإيجابية أو انه تبادروا فيها في ساعات متأخرة خصوصا إذا كان عندكو أشياء مهمة أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء بتدعمكم بشكل قوي على المستوى المالي فمنكو رح يحصل بعض الأموال أو المكاسب خلال هذا اليوم وفي منكو رح يهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة براتب قروض ديون سداد حقوق عمل إضافي يعني فيه أشياء إيجابية لك ولكن المشكلة اللي رح تصير أنه المحبط عاطفيا أو اللي عنده مشكلة عاطفية أو المستاء من وضع معين رح يتفشش في أمور إلها علاقة بالمصاريف الغير مرغوب فيها يعني مشتريات أو نوع من أنواع أنه بده يهرب من الواقع فرح يصرف الفلوس ديروا بباركوا على مصاريفكم أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا نقدر نحكي أنه الأجواء جيدة على مستوى التنقلات والاتصالات والحوارات ولكن اللي عنده امتحان أو مقابل بده يدرس ويستعد بشكل جيد وما يعتمد على الحلوض لأنه للعذراء ما في أي كواكب موجودة فيه وبيتك الثالث فعشان هيكي بدك تكون حذر لأنه شوي بكون هذا ممتزج بالطفاع فممكن يطلع بأي مفاجأة فأهم شيء أثناء تنقلاتكم وامتحاناتكم انتبهوا أما بالنسبة للبيت الرابع فإحذروا اليوم لأنه الشمس موجودة صحيح ولكنها موجودة ومشي مشكلة زوايا فعشان هيكي بتحدث بعض المفاجآت اللي إلها علاقة في البيت أو على مستوى العائلة أو أفراد العائلة أو ترتيبات ديكورات تصليحات يعني اهتمام بكون حاد شوي على الأمور البيتية بدكوا تهتموا فيها بشكل كبير وما تتقاعصوا وما تبعدوا عن الواجبات المنزلية والعائلية أما بالنسبة للبيت الخامس هو أنا بتكون تنتبهوا وخاصة موليد العشرية الأولى أكثر الأشخاص اللي بدهم يكونوا منتبهين من موليد برج السرطان من حدية الطباع ومن الحساسية من التصرفات المتسرعة اللي ممكن أنها تسوي مشاكل ما بينك وبين الحبيب ابعد عن الانتقادات والكلام الجارح أو التصرف الارتجالي اللي ممكن يخلي في مشكلة تصير ما بينك وبين الحبيب عشان هيكي انتبهوا حاذروا الأجواء هي من المفروض أنها تحمل أشياء إيجابية ولكن أنه برضو الزوايا اللي تشكلت من عطار النفس بشكل زوايا تربيع مع الكواكب اللي موجودة في الجدي وبرضو زوايا تقابل فمعناته في أمور اليوم ممكن تصير فانتبهوا لا أنه يكون في خلاف كبير فتنقطع العلاقة بشكل مفاجئ بين الأحبة وخصوصا اللي بداية علاقة عاطفية أو اللي علاقتهم مش متكافئة أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا إلا هاي بعض الاهتمامات على العمل ممكن تهتم ببعض المسائل على مستوى عملك أو إنجاز بعض الأعمال بمنكم ممكن يراقب المسائل الصحية أو يهتم بالمسائل الصحية ولكن هي على العمل أكثر رح تكون أما بالنسبة للبيت السابع فهو أكثر مكان حاد جدا خلال الفترة القادمة فكل يوم رح نحذر من نفس الكلمة ديروا بالكم من أي خلافات أو جدالات وخصوصا موليد العشرية الثالثة موليد العشرية الثانية دخلوا اليوم على القائمة فعشان هيك يبدون ينتبهوا العشرية الثانية والثالثة من أي جدال أو خلاف أو حوار حاد ما بينكم وبين الشركاء ممكن تستاء من تصرف معين ممكن يصير فيه حدية بالطباع وممكن تصل حتى لخلاف يعني مش سهل فعشان هيك ابعدوا عن الانتقادات وخلوا كلامكم واضح وخلوا قدرة التواصل جيدة ما بينكم وبين شركاكم موليد العشرية الثانية ممكن اليوم يعني أو هاي الفترة يصير فيه عندهم ارتباط مفاجئ يعني بمعنى إما علاقة عاطفية مفاجئة وإما زواج مفاجئ يعني هم أكثر الأشخاص اللي راح يكونوا يعني محظوظين من ضمن موليد يعني البرج السرطان اللي هم موليد العشرية الثانية نقول احنا من نص العشرية الثانية لغاية أول العشرية الثالثة أما بالنسبة للبيت الثامن فطبعا القمر موجود فيه بدكوا تتفحصوا اليوم حساب مشترك وامتنعوا عن أي خطوة مالية جديدة الأجواب بتساعدك لتحصيل أموال أو لمكاسب أو دعم أو تحويلات أو قرض معين أو أمور بنكية أو مساعدة بعض الأشخاص إلك بوضع مالي معين فممكن يهتم في مسألة إلها علاقة بالبنك أو إلها علاقة بأموال الغير زي أموال شراكة أو منح أو هبات أو نوع من أنواع المساعدات اللي بتيجي بشكل قوي أو ممكن تساعدك في بعض المواطن أما بالنسبة للبيت التاسع فطبعا من ساعات المساء القمر راح ينتقل ويصير موجود بالحوت اللي هو بيتك التاسع فعشان هي كي منقول لك راح تنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات البعيدة والتنقلات البعيدة وحتى على مستوى الامتحانات الجامعية الأجواء جيدة ودعمة بقوة اللي عندهم امتحانات جامعية أو دورات أو دراسة أو تحليل أو دخول بمسائل علمية فهاي راح تدعمكم بقوة وبالعكس راح تحصلوا منها إنجازات جيدة تكون دعمة لكم حتى على مستوى الأوراق القانونية والمعاملات بتقدروا تستغلوها خلال هذا اليوم أو من ساعة المساء تحديدا بيكون أقوى أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء هنا بتركز على أمور حادة جدا على مستوى السمعة فديروا بالكم من المجازفات والمغامرات ومخالفة القوانين أو الدخول بأشياء مشبوهة أو أشياء لها علاقة بالمجازفات كونوا حذرين جدا لأن المريخ زي ما حكينا هو في بيت السمعة بيهدد بشكل كبير مع هاي كم الزوايا اللي موجودة ممكن شوي الترفيه أو الاستدراج من أحد الأشخاص أنه يوهمك أنه حبيب وهذا وبعدين يستدرج لنقطة يكون فيها تشويه سمعة أو تغرير فيك في مسألة معينة فبدك تنتبه من النزوات تنتبه من العواطف وتنتبه من نقاط الضعف اللي موجودة عندك يعني المريخ مش سهل بالزوايا هاي أما بالنسبة لبيتك 11 فهنا من قل الوضع على مستوى بيت الأصدقاء بيحمل بعض المفاجآت فممكن يتوجه لكوا دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعدوا بلقاء بعض الأصدقاء خلال فترة هاي الأجواء إيجابية ودعموا لكوا بقوة فعشان يكحاولوا تستغلوها وبرضو ممكن يتوجه لكوا دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعدوا بلقاء بعض الأصدقاء أما بالنسبة لبيت المتاعب فطبعا ما في أي تأثيرات أو وجود للكواكب فعشان يكحاولوا إنجزوا الأعمال الضرورية والمهمة اهتموا بصحتكم حاولوا أنكم يعني ما تراكموا الأعمال عليكم إنجزوا الأعمال استغلوا الفترة هاي بقوتها وحضوظها الدعمة رح تكون وخصوصا من ساعات العصر رح تشعروا بالنشاط الأكبر على المستوى الصحي يعني تقريبا منقدر نحكي أنه الأجواء فيها نوع من أنواع الإيجابية ما في أي تأثيرات أو قلق أو شيء بخوف على المستوى الصحي ممكن أمور عابرة أو إشي تحسس أو شغلات زي هيك ولكن بتنتهي الأمور برج الأسد طبعا بالنسبة للأسد يعني الزهرة مازالت موجودة وخصوصا أنه تأثيراتها اليوم ممكن شوي هيكي تعطيك نوع من أنواع الاهتمام الشخصي أو القدرة على الإقناع أو الحوار أو حتى على التحركات والشخصية القوية اللي شوي ممكن تشحنك بشكل قوي ولكن حاول قدر الإمكان أنه تخفف من حسسيتك لأنه الحسسية رح تغلب عليك أي انتقاد أو حوار أو نقاش أو معارضة ممكن يخليك تحتد اليوم أو تعصب أو تستاء فعشان هيك حاول أنك تضبط أعصابك وتضبط تقلبات المزاج عندك بشكل كبير وخصوصا موليد العشرية الثالثة هم اللي بدون يهتموا بالنقطة هاي أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء بتفتح بعض الأشياء أو بعض الأمور اللي إلها علاقة بالوضع المالي ممكن تحصلوا على مكسب أو دعم أو أشياء إلها علاقة بالوضع المالي ولكن بدكوا تحذروا من المصاريف والالتزامات أو أشياء قادمة أنتوا شوي مرتبكين منها في منكوا رح يحصل بعض الأشياء أو الحقوق لا إلها خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا اليوم يعني ما رح يكون عندك هالحركة الكثيرة أو الرغبة بالحركة الكثيرة ممكن على الأشياء المهمة والاتصالات المهمة أو التواصل المهم أهم إشي اللي عنده امتحان أو عنده مقابلة بده يدرس ويستعد بشكل جيد لأن الشمس ما بتشكل أي زوايا خلال هذا اليوم يعني ما بتعطيك هالدعم القوي بوجودها وبنفس اللحظة أثناء حواراتك ونقاشاتك حاول تكون واضح ما تتسرع باتخاذ بعض القرارات أثناء حركتك وقيادتك للسيارة بدك تكون حذر ومنتبه أما بالنسبة للبيت الرابع فطبعا أول موليد برج الأسد هدولة بدهم ينتبهوا من أي خلاف أو نقاش أو حوار أو مشاكل بيتية أو عائلية بتظهر بشكل مفاجئ وحاد جدا لدرجة أنه ممكن يصير حدية ومواجهة وممكن تصل حتى لإطالة اللسان فبدك تكونوا حذرين من التهور والتسرع في بعض النقاط وخصوصا أمور عائلية أو أفراد عائلة أو حتى تتسرعوا ببعض الأمور اللي إلها علاقة بالبيت يعني بمعنى آخر أعمال أو نشاطات منزلية أو أشياء إلها علاقة بالديكورات أو مصاريف تيجي بشكل عبئ كبير عليكم فعشان هيك بتكونوا حذرين وخصوصا ما بينك وبين الشركاء يعني ما بينك وبين الأزواج أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء تقريبا بتتعاملوا مع الأحبة على حسب طبيعتكم ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي يعني القوس خالي من الكواكب فعشان هيك بشكل روتيني رح تتعاملوا مع الأحبة ولكن بتكونوا تحذروا أنه برضو تواجد القمر في المقابل بيضعف شوي ما بعض الحضوض بالشكل الكامل فعشان هيك برضو كونوا واضحين أثناء تعاملكم مع الأحبة وما تبالغ بملذاتك أما بالنسبة للبيت السادس هنا شوي بتكونوا تركزوا على مسائل إلها علاقة بالعمل إما أنه صراع أو أعمال أو مشاكل أو خلافات أو أعمال صعبة أو ممكن حوارات أو نقاشات يعني ممكن تكون فيها نوع من أنواع الصعوبة وخصوصا موليد العشرية الثالثة هم أكثر ناس رح يعانوا منها وممكن حتى أنه تتسجل عليك هفوات أو كلمات وتتحاسب عليها المشتري بيدعمك في بعض المسائل بقوة على مستوى أمور إلها علاقة بعمل جديد وممكن أنه أمور إلها علاقة بنوع من أنواع الدعم أو المؤازرة ولكن الصعب في الأمور هاي أنه انتبه للوضع الصحي من بعض التقلبات اللي بتيجي بشكل مفاجئ أما بالنسبة للبيت السابع فطبعا القمر موجود ولكن أنه شوي رح يشكل بعض الزوايا اللي فيها نوع من أنواع الإيجابية والسلبية في نفس الوقت فعشان هيك موليد العشرية الثالثة أكثر أشخاص بدهم يعانوا اليوم من سوء تفاهم أو خلاف أو نقاش أو حوار ما بينهم بين الأزواج أو سوء تفاهم أو قلق على أحد الأزواج وفي منكم رح يسعد بحركة ما بينه وبين الزوج يعني تنقلات أو التزامات أو ممكن نشاط معين وفي منكم ممكن شوي يعني يدخل على مسائل إلها علاقة بالسفر أو الاتصالات البعيدة مع بعض الأحبة أو أشخاص من المقربين جدا وممكن مؤازرة يعني الأجواء رح يكون فيه اهتمام كبير على مستوى الشراكة المالية والعاطفية خلال هذا اليوم ولكنكم تحذروا أن الطاقة ضعيفة أما بالنسبة للبيت الثامن فطبعا من ساعات العصر رح ينتقل القمر للبيت الثامن فرح تنهمك في أمور إلها علاقة بالأموال المشتركة المشتركة اللي هي الأموال اللي ما بتعود لك أمور إلها علاقة ببنك إلها علاقة الضريبة إلها علاقة بتأمين بحقوق إلها علاقة بمستردات مالية أو نوع من أنواع الدعم مثلا أو أمور إلها علاقة مثلا ببعض الأموال أو المشاريع أهم هي أنك ما تجازف بمشاريعك ما تدخل بأشياء بدون دراستها وعمل دراسة جدول علها أو استشارة أهل الاختصاص ودير بالك من بعض المغررين اللي ممكن يستدرجوك أو يستغلوك ماليا أما بالنسبة للبيت التاسع فطبعا هنا منحكي عن أمور الها علاقة بالاتصالات البعيدة ممكن أنك تحصل بعض المكاسب خلال هذا اليوم من بعض الأشخاص أو اتصالات أو حوارات أو متهتم بأشخاص أجانب أو من خارج البلاد بشكل كبير ولكن بدك تحذر وخصوصا موليد العشرية الثالثة من اتخاذ قرارات إلها علاقة إما بامتحانات أو سفر أو حوارات حادة أو أمور إلها علاقة بأشياء إلها علاقة بالأوراق القانونية فبتكونوا تديروا بالك من أي تسرع انتبهوا حاولوا تدرسوا المواضيع بشكل إيجابي وتعرفوا مصلحتك وين بدون مجازفات ولا مغامرات أما بالنسبة للبيت العاشر فهنا بدي نقول لك أن الأجواء إيجابية اليوم على مستوى المعارف والعلاقات والدعم وحتى على مستوى العمل ممكن تنجزوا بعض الأعمال الضرورية والمهمة وممكن تكون في بعض الاهتمامات من زملائك أو رؤساك بالعمل يعني تقوي من وضعكم بشكل قوي وبرضو هاي الأشياء بتعزز إشي العلاقة بالسمعة أهم إشي ما في داعي لمخالفة القوانين أو المجازفات أو المغامرات أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء على مستوى بيت الأصدقاء منقدر نحكي روتينية يعني تتعاملوا مع أصدقائكم بشكل روتيني لمنك رح ينشط ببعض الأمور اللي إلها علاقة بالأصدقاء أو تواصل أو حوار أو ممكن اجتماع أو يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء برضو هنا بتعزز بعض النقاط يعني اللي بتدعمك في بعض المسائل بشكل قوي يعني برضو على مستوى الأصدقاء جيدة بالنسبة لبيت المتاعب يعني هنا من قلك دير بالك ما في داعي للمجازفات والمغامرات انتبه لعملك وانتبه لصحتك من بعض التقلبات عشان الأمور تمشي لصالحك أكثر أهم شي إنه ممكن صحتك أو صحة أحد الأحبة أو تهتم بأحد الأحبة أكثر برج العذراء حاولوا إنكم اليوم تهتموا بكل الأمور خصوصا على مستوى العمل حاولوا إنكم ما تنزعجوا من أي أمر كونوا واضحين بالكلام حاول إنك ما تبالغ اليوم بالحضوض لأن الحضوض مش دعميتك وخصوصا إنه العذراء ما في أي تأثيرات للكواكب فيه فعشان هيك شوية نفسية بتكون متقلبة أو محبط أو متشائم في بعض الأوقات احذر ودير بالك أما بالنسبة للبيت الثاني فهو بعزز نقاط إلها علاقة بالمال ولكن ممكن إنه تنوعد في بعض المسال اللي إلها علاقة بالمال وتخذل أو تؤجل يعني الأجواء ممكن تحمل بعض المصاريف أو الاهتمامات المالية أو ممكن إنك تحصل بعض المكاسب اللي بتيجي من عمل إضافية أو مستردات أو هبات أو نوع من أنواع الدعم اللي تكون جيدة ودعمة لإلك أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء هنا منقول لك خصوصا موليد العشرية الأولى أو أول موليد برج العذراء بدهم ينتبهوا من أشياء إلها علاقة بالتناقلات والاتصالات والحوادث وأمور إلها علاقة بالامتحانات ما تجازف ما تغامر خليك واضح بكلامك ما توجه انتقاد لاذع أو أنك تتفوه ببعض الكلمات تكون مش مفهومة أو تنفهم غلط وتتسجل عليك ردات فعلك اليوم فيها نوع من أنواع السلبية أو الحدية أضبط أعصابك وحاول أنك تكون مرن ممكن بعضكم يخضع لامتحان ويدرس ويستعد بشكل جيد وما يعتمد على الحضوظ أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء هنا برضو روتينية على مستوى البيت فبتتعاملوا على حسب طبيعتكم في بعض الاهتمامات المنزلية أو العائلية رح تكون خلال هذا اليوم وفي منك رح يهتم ببعض الأشياء اللي لها علاقة بواجبات أو ترتبات أو تصليحات أهم لأنكم تهملوا الواجبات العائلية أما بالنسبة للبيت الخامس فطبعا المشتري بدعمك بشكل قوي على المستوى العاطفي ممكن يعني بعضكم يبدأ بعلاقة عاطفية أو يعزز علاقاته الغرامية والعاطفية خلال هذا اليوم وفي منك رح ينشط بزيارات أو اتصالات أو تواصل مع الأحبة خصوصا الأبناء أو الوالدين ولكن موالد العشرية الثالثة بدهم يحذروا من أي خلاف أو نقاش أو حوار اللي ممكن يدخلهم في متاهة أديروا بالكم برضو بنرجع من أكد على العلاقات العاطفية من طرف واحد يعني بتكونوا تحذروا ما تدخلوا فيها لأنه هاي من الأشياء اللي بتستمر سنوات آثارها عليكم فأي علاقة عاطفية بتشك إنها من طرف واحد يا إما أقطعها يا إما أضبطها على أساس أنه يعني ما توصلها لمرحلة إنها تكون حادة بالنسبة لأي لك أما بالنسبة للبيت السادس فطبعا القمر موجود فيه لغاية ساعات المساء أهم إش أنكم توصلوا أعمالكم اللي بدأتوا فيها من قبل وما تبدأوا في أي عمل جديد حاول تنجز أعمالك وتنتبه لصحتك بشكل كامل في من كل يوم ممكن ينجز بعض الأعمال أو بعض الأشخاص يساعدوك في عمل أو ممكن زملائك أو معاونين أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء هنا بتركز على أمور الشراكة بشكل جيد يعني ممكن تعززوا علاقتكم بالشركاء أو تقارب أو تفاهم ما بينك وبين الشركاء بشكل قوي وفي ساعات المساء رح تنشطوا الأمور هاي بشكل أكبر وخصوصا مع وصول القمر بالمقابل تماما للك ولكن هاي بتضعف طاقتكم شوي ممكن تعرضكم لبعض التعب أو الإرهاق أو إشي العلاقة بالصحة أما بالنسبة للبيت الثامن فهنا بتتركز الأمور على أشياء إلها علاقة في الأمور الأموال المشتركة أهم إشي إنكو ممكن تحصلوا مكاسب مالية مشتركة أو أرباح ولكن المشكلة هنا بالمصاريف أو التهور أو القرارات المرتجلة أو المغامرة بأموال الغير اللي ممكن إنها تنحسب سلبي أو إنك تبالغ فيها فيصير من وراها مخالفات أو تراكمات أو عقوبة أو إشي العلاقة بالمساءلات المالية فأدير بالك وإحذر أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء جيدة وبتدعمك بقوة على مستوى التنقلات والاتصالات والحوارات مع أشخاص خارج البلاد ممكن اليوم تطلقى اتصال أو خبر من خارج البلاد يكون مفاجئ شوي وفي منكم ممكن يخضع لسفر مفاجئ أهم إشي اللي عنده امتحان أو مقابلة أو دراسة بده يركز بشكل جيد وما يعتمد على الحظوظ خلال هذا اليوم أما بالنسبة لبيتك العاشر فالأجواء خالي من أي تأثيرات بالكواكب فعشانك بتتعاملوا على حساب طبيعتكم أهم إش أنك ما تجازف وما تغامر وما تدخل بأعمال مشبوهة وحاول قدر الإمكان أنك تضبط أعصابك أثناء تعاملك مع زملائك أو رؤسائك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء تقريبا منقدر نحكي أنه برضو بتعزز بعض النقاط اللي إلها علاقة بالأصدقاء أو تضامن أو يعني تحالف الأصدقاء لدعمك في بعض المسائل ممكن تنشط إما بعمل اجتماعي أو يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعد باتصال أو لقاء مع صديق أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء تقريبا متقلبة شوي فعشان هيك منقول لك إنجز الأعمال الضرورية والمهمة حاول أنك تهتم بأعمالك وما تهملها وما تأجلها فيه أشياء داعمة لإلك ممكن تنكشف لك مؤامرة أو شخص بتآمر عليك أو بحاول يخدعك أو تجد حلول لبعض الأمور الصعبة ولكن بدك تنتبه على مستوى عملك على مستوى صحتك من بعض التقلبات اللي ممكن تيجي بشكل مفاجئ وخصوصا لموليد العشرية الثالثة هم أكثر ناس بدون ينتبهوا على أمور الصحة أو صحة أحد الأحبة لا إلهم برج الميزان طبعا رغم وجود الشمس عندكم ولكن اليوم الشمس محترقة لأنها ما بتشكل أي زوايا فعشان هيك هي شوي بتعمل تقلب في المزاج بتعمل نوع من أنواع الاضطراب في بعض الأوقات أو ردات الفعل السلبية أو ممكن العصبية في بعض الأوقات أو التسرع في اتخاذ بعض القرارات ضبط الأعصاب مطلوب الأجواء صحيح أنها شوي فيها نوع من أنواع الإيجابية في مكان القمر وبتعزز نقاط القوة عندك وبتدعمك نفسيا إلا أنه برضو بدك تنتبه من التقلبات أما بالنسبة للبيت الثاني فهنا أول موليد برج الميزان بدهم ينتبهوا من مصاريف أو أعباء أو تفشش أو تسوق غير مدروس أو أنه بس بده يروح يصرف فلوس أو ناس تتآمر عليك وتضحك عليك أو يستغلوك أو نصابين ومحتالين في منك رح يحصل مكاسب مالية مستحقات أو مستردات أو هبات أو من عمل إضافي ولكن بتكون تحذروا من التحذيرات اللي أنا حكيتها أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء هنا بتعزز نقاط لها علاقة بالاتصالات والحوارات والنشاط بشكل قوي جدا خصوصا في النهار وممكن اليوم حتى تكون مقنع في بعض وجهات النظر أهم شيء اللي عنده امتحان أو مقابلة ما يعتمد على الحظوظ ويدرس ويستعد بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الرابع فهنا أكثر ضغط رح يكون واضطراب ويعني متناقضات على مستوى البيت ومستوى العائلة يعني أشياء إيجابية وأشياء سلبية مع بعض ممكن أعمال منزلية تكون مربكة ممكن ديكورات وتكون لصالحك ممكن استقرار في بيت جديد ولكن أعباء كثيرة ممكن خلاف أو اجتماع عائلي ولكن يكون في خلافات ونقاشات فعشان أي شيء له علاقة في البيت بدكو تضبطوا أعصابكو وخصوصا على صحة أحد الأحبة أو أحد أفراد العائلة بدكو تكونوا برضو منتبهين وعندكو نوع من أنواع التوازن أعمالكو إنجزوها بشكل جيد قراراتكو المرتجلة ابتعدوا عنها ما في داعي للقرارات اللي بتكون صعبة أو ممكن تكون ردة فعل سلبية لأنه ممكن تكبر الخلافات والحدية وتزيد المشاكل ما بينكم أما بالنسبة للبيت الخامس فطبعا بتظل العاطفي قوية عندكم وبميل أحباكم للتجاوب معاكم وخصوصا طيلة النهار لغاية ساعات العصر الأجواء داعمة وبقوة فعشان هيك اليوم رح تحققوا نتائج إيجابية ولكن المحبط عاطفيا يديروا بالهم من المصاريف أو من استغلال بعض الأحبة المخادعين اللي ممكن يستغلوكوا ماليا وسهل جدا اليوم أنه حد ينصب عليكم بمعنى آخر أما بالنسبة للبيت السادس فطبعا من ساعات العصر القمر رح ينتقل ويصير في البيت السادس فرح تنهمكوا ببعض الأعمال أو إنجاز بعض الأعمال أو الواجبات ولكن برضو بتكن تنتبهوا على صحتكم بشكل كبير من بعض التقلبات لأنه هذا بيت العمل والصحة فبدو نوع من أنواع التركيز أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء هنا بتعزز بعض النقاط اللي إلها علاقة بالشراكة بشكل قوي أو ممكن ارتباط أو زواج أو خطوة جديدة لبعض مواليد برج الميزان بشكل قوي ولكن هنا بنقول للعلاقات الضعيفة خصوصا المتزوجين أنهم عرض للانفصال بشكل مفاجئ فعشان هيك اللي بينهم مشاكل يحذروا إذا هم حابين أنها تستمر العلاقة يحذروا من أي مواجهات ويحاولوا هم اللي يقدموا تنازلات لأجل أن الحياة تمشي عبر ما هي خالصة هاي الزوايا ودعميتكم برضو هاي بتحمل أجواء إلها علاقة بالمصالحات لبعض الأشخاص أما بالنسبة للبيت الثامن فهنا بتركز على بعض الأمور اللي إلها علاقة بالأموال المشتركة فممكن تحصل بعض المكاسب أو الاهتمامات ممكن شوي هيك يصير فيه دعم أو مؤازرة لشيء معين أو ممكن أنك تهتم بأموال الغير فيه منكم ممكن يتوجه له هيك زي عرض معين إلى علاقة بشراكة أو مشروع مالي أو مشروع معين يدخلوا فيه أهم شيء أنك تدرسه وما تجازف لأنه شوي برضو في بعض التراجع لأورانوس بحدث مفاجآت فدراسته وتحليله بشكل قوي بكون أفضل وخصوصا أنه أورانوس بعمل تقابل مع عطارد بيخليك ما تركز بالتفاصيل تركز بالتفاصيل ودقق فيها بدون ما تتهور أما بالنسبة للبيت التاسع فاتصالاتكم الخارجية وحواراتكم مع الأشخاص اللي خارج البلاد الروتينية فعشان هيك منقول اللي عنده امتحان أو مقابلة وخصوصا امتحانات جامعية بدهم يدرسوا يستعدوا بشكل جيد ما يعتمدوا على الحظوظ وفيه منكم ممكن اللي عنده سفر يعني يتأكد من أوراقه من يعني الأشياء اللي بممتلكها على أساس أنه ما يكصير فيه نوع من النوع الخطأ أو النسيان أما بالنسبة للبيت العاشر برضو على مستوى بيت السمعة ما فيه أي تأثيرات للكواكب بتتعاملوا على حسب طبيعتكم ممكن تعزز سمعتك أو علاقتك مع زملائك أو رؤسائك بالعمل وهذا الشيء إيجابي وبيدعمك بقوة أما بالنسبة ده بيتك الـ 11 فهو هنا بيت الأصدقاء فممكن تنشطوا ببعض العلاقات الاجتماعية أو يتوجهلك دعوة لحضر حفلة أو مناسبة أو تسعدوا بلقاء صديق في منك ممكن يستاء من تصرف أو يقلق على صديق قريب جدا لإله أو يصلوا خبر أو معلومة شوي تعملوا نوع من أنواع الصدمة أما بالنسبة لبيتك 12 بيت المتاعب فما فيه أي تأثيرات للكواكب فعشان ينجز عملك ومدخل يتراكم اهتم بصحتك وبغذائك ممكن القلق يكون على صحة أحد الأحبة أو أحد المقربين لإلك برج العقرب طبعا اليوم الأجواء رح تتغير بشكل سريع جدا يعني رح تمر بعدة أحداث اليوم يعني رح يكون فيها أشياء مفاجئة بالنسبة لإلك الإشي الأول أنه أول إشي موليد العشرية الأولى أو أول موليد برج العقرب طب هذولا بدهم يحذروا من الإنفعالات من ردات الفعل من الأشياء المخيبة من إصدار القرارات من العصبية أي أهم التحذيرات اليوم اللي أنا بحذركوا إياها على مستوى النفسية الشوي متقلبة خلال هذا النهار ممكن فيه أشياء بتخوفك أو تدخل بنوع من أنواع الوهم أو يعني شوية تتخوف من بعض المسائل بالنسبة للبيت الثاني يعني فيه أشياء إيجابية ممكن أنها تعززها على مستوى الأمور المالية أو دفعات أو اهتمامات أو تحصيل أموال أو أمور إلها علاقة بالوضع المالي بهبات مساعدات دعم حقوق لا إلك ولكن أهم شيئا أنك تقلل من المصاريف أما بالنسبة للبيت الثالث فهنا الأجواء بتركز على أمور إلها علاقة بالاتصالات والحوارات والتنقلات والامتحانات منكوا رح ينشط بشكل قوي خصوصا موليد العشرية الأولى والعشرية الثانية رح يحققوا إنجازات عالية وقوية جدا من آخر موليد العشرية الثانية والعشرية الثالثة هدولة بدهم ينتبهوا من إصدار القرارات والعصبية والإنفعالات وردات الفعل السلبية مرضوا في نفس اللحظة بدهم ينتبهوا أثناء حركتهم أثناء تنقلاتهم ممكن جهازهم العصبي تعرض لبعض الإصابات أو التوتر أو الأعصاب وفي منه يكون ممكن شوي يدخل على امتحان ويجد فيه نوع من أنواع الصعوبة فعشان يكما نقول اللي عنده امتحان أو تنقلات بده يستعد بشكل جيد خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الرابع فاليوم تتركز الأمور على البيت بشكل قوي جدا ممكن اليوم يعني يكون فيه بعض الاهتمامات المنزلية أو البيتية بشكل كبير فيه منكم ممكن أن يكون عنده ديكور اهتمام منزلي عائلي اجتماع عائلي تحالف عائلي تواصل عائلي أشياء من هذا القبيل ولكن الأهم أنه ما تخلي حسسيتك أو عاطفتك أنها شوي تخليك تتسرع ببعض القرارات أو تستغل من بعض أفراد العائلي في بعض النقاط يعني بمعنى آخر بدك تكون صاحي وواعي أما بالنسبة للبيت الخامس فطبعا القوة هنا رح تصير من ساعات العصر لبتزداد رغبتكم في التقرب من أحبائكم والتفاهم معهم في منكم ممكن أنه ينشط بعلاقات عاطفية أو تقرب من الحبيب أو مساعدة الحبيب في مسألة ما أو تحالف من الحبيب لا إلك أما بالنسبة للبيت السادس فهنا بدك تحذر من بعض التقلبات وخصوصا موليد العشرية الثالثة من التقلبات اللي رح تيجي على المستوى الصحي أو على مستوى العمل أو أعمال مرهقة أو التزامات أو ممكن عبئ أو خلل في عمل ما يعني بمعنى آخر بدك تنتبه من هذه النقاط وبرضو في نفس اللحظة بدك تنتبه من أشياء يعني شوي إلها علاقة بالصحة أو تقلبات أو طرابات صحية موليد العشرية الثالثة أكثرهم المتضررين من هذه النقاطين طبعا في إيجابيات رح تكون لبرج العقرب إلها علاقة بعمل جديد أو إنجاز بعض الأعمال أو مكاسب من عمل ما وفي منكم رح يتمعن بالو من مسألة صحية أو يتماثل للشفاء من أمر ما أما بالنسبة للبيت السابع بيت الشراكي فهنا الأجواء تقريبا نقدر نحكي إنه فيها نوع من أنواع الإيجابية من أورانوس لأنه بشكل زاوية تتليف قوية وتيجي مع المشتري فهي بتعزز لأمور للتصالح أو للتقارب أو للتفاهم ما بينك وبين الشركاء ولكن التقابل ما بين أورانوس عطارد بسوي سوء بالإدارة أو سوء بالحوار أو المفهوم الخطأ أو تنفهم غلط أو ما تعرف توصل الكلام بطريقة صحيحة أو ممكن كلامك يكون لاذع فيسبب لك خلاف ما بينك وبين الشريك أما بالنسبة للبيت الثامن فما في أي تأثيرات للكواكب موجودة في الجوزاء اللي هو بيتك الثامن فعشان يكما نقول لك حاول أنك ما تجازف وما تغامر بالأمور المالية حاول أنك تراقب وضعك المالي بشكل جيد ما في داعي للمغامرات إذا عرض عليك موضوع العلاقة بالشراكة أو بأموال الغير أعمل إدارتها بشكل جيد بدون تسرع أدرس أي مشروع يابل ما تقدم عليه أما بالنسبة للبيت التاسع اتصالاتك وحوارتك الخارجية رح تكون بشكل روتيني أو سفرياتك على حسب طبيعتكم ولكن أنا بنصح اللي عنده امتحان أو عنده مقابلة أنه يدرس ويستعد بشكل جيد ما يعتمد على الحظوظ نهائيا وبرضو منكم ممكن بنقاش أو حوار يتسرع ببعض الإنفعالات بدك تضبط أعصابك يعني الأجواء تتعاملوا فيها على حسب طبيعتكم أكثر أما بالنسبة لبيت السمعة فالأجواء جيدة وبتدعمك بقوة يعني ممكن اليوم أنه تنجزوا بعض الأعمال أو بعض الاهتمام من زملائك أو رؤساك وبالعمل يكون حليف لإلكم أو قوي لإلكم أو يناصركوا في بعض النقاط القوية أو حتى تسمع كلام إطراء ولكن بدك تنتبه من شيء واحد وهو الاستغلال العاطفي يعني بمعنى آخر أنه شخص يحاول أنه يستميلك كنزوة معينة فيشوه سمعتك شخص في مكان العمل يستعطفك فتحمل عمله وآخر شيء حملك المسئولية شخص يستدرجك وينصب عليك أو يحتال عليك ولكن هي التحذير الأكبر من الاستدراج الجسدي يعني بمعنى آخر الغريزي أو أمور العلاقة بالعواطف ويخيب أملك فهذا بيت السمعة بدك تدير بالك على سمعتك ما تجازف ما تغامر ما تخالف الأعراف والقوانين مهما كانت الظروف لا بصورة ولا بكلمة ولا بتصرف احذروا من هذه النقاط وخصوصا موليد العشرية الثالفة أما بالنسبة لابيتك 11 فهنا الأجواء تقريبا نقدر نحكي أنه فيها نوع من أنواع الإيجابية يعني لأنه خالية من التأثيرات فعشان يحكي من نول الأجواء قوية على مستوى الصداقات والعلاقات فممكن اليوم يصير فيه حوار أو لقاء مع بعض الأصدقاء أو تسعد بلقاء بعض الأصدقاء وممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أما بالنسبة لابيت المتاعب فهنا منحكي الشمس محترقة لأنه الشمس ما بتشكل أي زوايا خلال هذا اليوم فعشان هيكي بنقول لك دير بالك على صحتك بشكل كبير دير بالك من الأعطال دير بالك حد يوهمك بشيء أو يوعدك بشيء أو ما يوفي وبرضو في نفس اللحظة بدك تنتبه من بعض المغامرات اللي إلها علاقة إما بالعمل أو إلها علاقة بالصحة إن شعرت بشيء غير اعتيادي حاول إنك تراجع طبيبك وممكن القلق بيكون على صحتك أو على صحة أحد الأحبة فأنت كثير القلق بالفترة هاي بدك تدير بالك برج القوس طبعا بيظل النشاط غالب عليكم خلال هذا النهار بالحركة بالثقة بالنفس بإجراء بعض الأشياء الجريئة النفسيتكم أحسن ولكن بين ساعات العصر شوي بتفضلوا الأجواء البيتية هيك وتحبوا إنه يعني تقللوا من نشاطكم من حركتكم ممكن تهتموا بشؤون العائلة أو البيت أو يصير فيه حدث عائلي معين ممكن هو اللي يلفت انتباهكم حاولوا قدر الإمكان تشحنوا حالكوا بطاقة إيجابية تنجزوا الأشياء الضرورية قبل ساعات العصر أما بالنسبة للبيت الثاني فهنا التقلبات الكبيرة على المستوى المالي اللي بتجيب أشياء مفاجئة ممكن تجيب لك مكاسب وأرباح وتجيب لك أشياء لها علاقة بالحقوق أو مستردات أو نوع من أنواع الدعم أو الحلول للوضع المالي في مسائل معينة ممكن من عمل إضافي أو مكاسب ولكن المشكلة اللي هي لها علاقة بالمصاريف وخصوصا موليد العشرية الثالثة هم تحديدا اللي ممكن يعانوا من المصاريف اللي بتيجي أكثر دائما من الداخل أو الأعباء المالية أو الضغطات المالية وخصوصا أشياء لها علاقة بإصراف فلوس بأشياء مش ضرورية أو أشياء لها علاقة بأشياء كمالية فعشان يمكنك تنتبه من هاي النقاط أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء ما زالت بتدعمكم على مستوى التنقلات والاتصالات والحوارات والنشاط وقدرة على الإقناع حتى على مستوى الامتحانات على مستوى أمور السيارات أمور الاتصالات الهواتف اللي هاي كلها أجواء إيجابية ودعملة إليك بقوة حتى إذا كان عندك امتحان في ساعات الصباح بكون الأجواء دعملة إليك ولكن من ساعات ما بعد العصر اللي حكينا أنه القمر رح ينتقل للبيت الرابع هو للحوت فعشان هيك الأجواء رح تتركز على الأجواء البيتية والعائلية والأعمال المنزلية أو التقارب أو النقاشات أو الحوارات العائلية أهم إش أنك تدير بالك من بعض الإنفعالات وردات الفعل السلبية وما تهمل واجباتك المنزلية أو العائلية ممكن تقلق على أحد أفراد العائلة من مسألة ما أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء هنا ما زالت حد جدا صحيح أنه بتفتح بعض الأبواب العاطفية أو تقارب مع الأحبة أو الاهتمام ببعض الأحبة ولكن بالضل اللي هي إحنا منسميها فرض الرأي يعني قد التحكم أو فرض الرأي أو التسلط على الأحبة بيكون وارد اتخاذ القرارات اللي ممكن تنهي علاقة عاطفية ضعيفة أو ببدايتها بشكل كبير الغيرة والشك برضو رح يتسلل لإلك أو النقمة أو الحقد على الحبيب فعشان هيك بتكونوا حذرين وخصوصا موليد العشرية الثالثة هم أكثر ناس بدون يكونوا حذرين من هاي النقاط في منكوا رح يبدأ علاقة عاطفية جديدة وفي منكوا رح يعزز نقاط عاطفية جديدة ولكن بتكونوا تحذروا من التحذيرات اللي أنا حكيت عنها أما بالنسبة للبيت السادس فراح تكون الاهتمامات إلها علاقة بمجال العمل أو بحث عن عمل أو تواصل أو مقابلات ممكن تهتموا ببعض النقاط القوية اللي إلها علاقة بالصحة أو مراقبة الصحة أو شيء إلها علاقة بالآلام العصبية ممكن مغص يجي في أسفل البطن أو تقلبات أو أسفل الظهر أو ممكن حتى في أمور إلها علاقة بالجهاز التنفسي بدكوا تكونوا حذرين وخاصة من الالتهابات المسالك البولية أما بالنسبة للبيت السابع فأنا شايف الأجواء تقريبا منقدر نحكي إنها روتينية بطريقة التعامل ما بينكم وبين الشركاء على حسب طبيعتكم بتكون علاقاتكم أو تعاملكم لأن الجوزاء ما في أي تأثير ما في كواكب موجودة فيه فعلى حسب طبيعتكم تعاملكم ما بين الأزواج أما بالنسبة للبيت الثامن فبرضه هو خالي من الكواكب فعشان هيك ما في أي دعم أو حضوض بتدعمك على هاي المسائل حاول إنه إذا كان فيه مشروع أو خطوة إنك تدرسها وتحللها وما تجازف وما تغامر بأموال الغير أو تستاء من بعض الأشياء اللي إلها علاقة بدعم أو تأخير أو تأجيل أمور إلها علاقة في أموال الغير يعني فترة والأمور بتصير برضو إيجابية أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء هنا بتعزز نقاط قوة إلها علاقة إما علاقة عاطفية مع أشخاص خارج البلاد أو بأجانب أو أشياء لها علاقة بالدراسة الخارجية أو امتحنات أو سفر أو أشخاص مقيمين في دولة أخرى شوي بتهتم بمسائلهم بشكل قوي ولكن بدك تحذر من الاستغلال ومن النصب عليك من هذول الأشخاص من بعضهم طبعا يعني بدك تكون حذر وفي نفس اللحظة الأوراق القانونية والمعاملات هاي بدك تركز فيها بشكل جيد أما بالنسبة للبيت العاشر فبرضو بيت السمعة ما فيه أي تأثيرات للكواكب هو خالي من التأثيرات فعشان هيك بتتعاملوا على مستوى سمعتكم على طبيعتكم أهم هي أنك ما تجازف وما تغامر وما تدخل بأشياء مشبوهة وخلي علاقتك جيد ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فاليوم الشمس صحيح أنها هي بتدعمك على مستوى العلاقات والأصدقاء ولكن اليوم هي خالية من الزوايا فعشان هيك بنسميها محترقة فعلاقتك بأصدقائك بتكون طبيعية أو أقل من طبيعية حتى أهم شيء أنك ما تستاء وما تحتد إن لغية موعد أو تأجل أو يعني بعض الأصدقاء أهملك بمسألة معينة أو صارت مناسبة وما اندعيت لها في منكم ممكن يتلاقى مع أصدقاء بشكل عادي طبيعي يعني ولكن إنه برضو بتكون تحذروا من المفاجآت أما بالنسبة لبيتك 12 بيت المتاعب عطارد الآن دخل على أول درجات بيت المتاعب واليوم بشكل زوايا سلبية فهو بيجيب مشاكل زي ما حكينا على أمور إلها علاقة بالعمل أو بتتراكم بعض الأعمال عندك ممكن تحبط من قرار أو من تصرف من أحد الزملاء أو من رئيسك بالعمل أو ممكن عمل يكون مرهق زيادة على المستوى الصحي زي ما حكينا أنت بهل التقلبات اللي بتصير على المستوى الصحي اللي إحنا ذكرناها في البيت السادس يعني شوي بدك تكون واعي لهاي الأمور ومن بعض الأشخاص اللي ممكن بتآمروا عليك بالخفاء هاي يعني من الشغلات البديهية اللي لازم تنتبهلها لأنه الزوايا اللي راح تتشكل من عطارد شوي ممكن تمسك كلمات أو تتفوه بكلمات تنمسك عليك زي حجة برج الجدي طبعا بالنسبة للجدي يعني الفترة هاي غريبة عجيبة موليد العشرية الأولى يختلف عن الثانية يختلف عن الثالثة كل عشرية في إلها أكثر من مزاج أكثر من تقلب العشرية الأولى عادي ولا أي شيء ما في عندهم أي تأثيرات يعني تذكر إلا من أشياء بسيطة إلها علاقة بعطارد أما العشرية الثانية إلها علاقة بأمور إيجابية وبتدعمهم وثقة بالنفس في بعض الأوقات رغم أنهم ممكن يتسرعوا في بعض القرارات العشرية الثالثة باضطراب رهيب عندهم من التسرع والتعطيل والخلافات والجدالات اللي يعني ما بتنتهي تطلع من تحت الأرض لإلهم مشاكل وخصوصا تتركز على أمور إلها علاقة بالمقربين فعشان هيك بدكم تحذروا على حسب عشريةكم من هاي التقلبات اللي بتصير خلال هذا اليوم أهم إشي أنكم ما تتخذوا قرارات بدون دراستها أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء طبعا القمر موجود فيها بظل دعم لإلك و لساعات العصر فمنكم ممكن يحصل بعض المكاسب أو الاهتمامات المالية أو أمور إلها علاقة ببعض المسائل اللي بتتعلق بالحقوق أو من عمل إضافي ولكن بدكم تخففوا من النفقات وتجنبوا شراء أي حاجية ثمينة لأن الأجواء مش مساعدة لهاي الأمور وممكن تحمل لك مصاريف نوع من أنواع اللي تفش الشيك يعني بدك تهرب من الواقع بتروح وتشتري أشياء أما بالنسبة للبيت الثالث فطبعا من ساعات العصر القمر رح ينتقل ويصير في البيت الثالث بيعزز من نشاطكم وقوتكم وثقتكم بالنفس وتقدروا تنجزوا كثير من الأعمال خلال هذا اليوم أو من كثير من الاهتمامات في منكو رح ينشط باتصالات بتنقلات برحلة بخروج بنزهة بتغيير جو الأجواء برضو بتدعمك بقوة أما بالنسبة للبيت الرابع فهنا بتكون تحذروا من أمور إلها علاقة بخلافات وجدالات ونقاشات أو شيء مزعج إلو علاقة بالعيلة أو تستاء من تصرف أحد أفراد العائلة وخصوصا موليد العشرية الثالثة ما تتخذ قرارات وما تعصب وما تحتد في منكو رح اليوم يحقق بعض النتائج أو مؤازرة أو تحالف بعض أفراد العائلين معاك أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي تقريبا منقدر نحكي أنه الأمور جيدة وبتدعمك بسبب أورانوس اللي بشكل زاوي جيد مع المشتري وهي رح تعزز نقاط قوة أو تلاقي مع الأحبة أو مع أحد الأبناء أو الوالدين ولكن بدك تنتبه للسانك وتدخلك في شؤون الغير فممكن تطلع منك كلمات ما تكون مفهومة أو تسبب لك نوع من أنواع المشاكل أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء خالية من أي تأثيرات للكواكب على مستوى العمل أو صحة فعشان هيك الأمور ممكن تكون مش زي ما بدك لأنه يعني ركود كامل في هذا البيت فعشان هيك انتبهوا لأعمالكم اللي بين إيديكم وحاولوا أنكم تراقبوا الوضع الصحي أما بالنسبة للبيت السابع فطبعا الأجواء ما في أي تأثيرات برضو للكواكب في برج السرطان فعشان هيك تتعاملوا ما بينك وبين الشركاء بشكل ودي أو روتيني أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء هنا بتركز على الأموال المشتركة والحقوق والدعم وأموال الغير فممكن اليوم إما أنك تفكر في تقديم طلبات أو مشروع أو فكرة أو اهتمامات ولكن بدك تنتبه أن الزهرة بتشكل زاوية تقابل مع القمر وهاي ممكن شوي تخلي في بعض المحتالين أو المصابين أو حد يوهمك بمشروع معين في آخر إشي ورطك وما تقدر تخلص بسهولة فعشان هيك بدك تكون حذر بأي شيء العلاقة بالشراكة أو الأموال المشتركة أو تحذر من الغارمات والمخالفات أما بالنسبة للبيت التاسع فبرضو ما فيه أي تأثيرات للكواكب فيه فعشان هيك بتتعاملوا باتصالاتك وسفرياتك البعيدة وتعاملكم مع الأجانب بشكل روتيني يعني بدك تجتهد عشان تحقق إنجازات إذا كان عندك امتحان أو مقابل يبدك تدرس وتستعد بشكل جيد أما بالنسبة لبيتك العاشر فهنا الشمس برضو محترقة ما فيه أي تأثيرات للكواكب فعشان هيك بتشكل نوع من أنواع السلبية فاليوم لا تجازف لا تغامر لا تدخل في القوانين لا تدخل بأعمال مشبوهة خلي علاقتك جيد ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل وبرضو في نفس اللحظة انتبه من بعض التقلبات أو التآمر عليك بالخفاء أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء هنا تدعمك على مستوى الأصدقاء والعلاقات والتواصل والاتصالات وحتى على مستوى أنه يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة ولكن أول موليد برج الجدي هذول لابدهم ينتبهوا لأنه عطارت بشكل زوايا حدي فعشان هيك ممكن تنفهم بطريقة غلط أو صير فيه خلاف أو جدال أو تستاء أو تتفوه بكلمات ممكن تكون لاذعة لأحد الأصدقاء فهي تسبب خلاف أو حوار أو ممكن يعني هيك نوع من أنواع النقاشات الحد يضبط عصابك قدر الإمكان وما تسمح لحد أنه يستدرجك وخصوصا عاطفيا أما بالنسبة لبيتك 12 فالأجواء الروتينية ما في أي شيء برضو ما في أي تأثيرات على بيت المتاعب عشان هيك منقول لك إنجز الأعمال الضرورية والمهمة وحاول أنك تراقب وضعك الصحي بشكل جيد ممكن تحملك الفترة هي قلق على صحة أحد الأحبة برج الدلو طبعا القمر موجود في منطقة قوية جدا هو برجك وراح يظل ساعات العصر فعشان هيك بظل النشاط موجود عندكم وعندكم قدرة على إنجاز كثير من أعمالكم خلال هذا النهار ولكن زي ما حكينا أهم إشي أنك تكون واضح بطرحك واضح باتصالاتك واضح بنقاشاتك وما في داعي أنك أنت يعني شوي تخلي عواطفك أو حد يستدرجك عاطفيا أو أنه يشحنك بطاقة سلبية بكثر الشكوية أو الأمور اللي ممكن تخليك شوي تتعاطف معه ويكون هو كذب أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء طبعا من ساعات العصر الأجواء إيجابية هي على مستوى الأمور المالية فمنكم ممكن يحصل مكاسب مالية من عمل إضافية أو مستردات أو هبات أو نوع من أنواع الدعم طول اليوم ولكن من ساعات المساء بتزيد الإحتمالية أكثر وتزيد الفرص للمكاسب المالية بشكل أكبر وممكن حلول أو إيجاد حلول بشكل كبير أما بالنسبة للبيت الثالث فهنا منرجع منحذر على أمور إلها علاقة بالتنقلات والاتصالات والحوارات والنقاشات فممكن تتسرع أو تتخذ قرار أو تعصب أو تحتد أو ممكن أنك شوي هيك تكون يعني فيه نوع من أنواع السلبية بالتعاطي ممكن الاستيعاب يكون ما فيمتش المسألة صح أو ردة فعلك تنحسب عليك وخصوصا موليد العشرية الثالثة عشان هيك منقول لا تتسرع أثناء تنقلاتك وأثناء امتحاناتك وادرس واستعد بشكل جيد في منكو رح يتنقل بشكل إيجابي أو يحقق مكاسب جيدة خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت في أشياء إلها علاقة بالبيت أو ممكن تظهر بعض المسائل العائلية اللي رح تهتم فيها خلال هذا النهار ممكن إلها علاقة بأخ أو إلها علاقة بجار أو إلها علاقة بمسألة بيتية أو عائلية بشكل كبير ممكن مسألة إلها علاقة بالعقارات أو حل قضية إلها علاقة بأحد أفراد العائلة أهم شيء أنه تدير بالك أثناء الحوار أنه ما تنفهم غلط لا توجه انتقاد ولا كلام لاذع أما بالنسبة للبيت الخامس فهو خالي من أي تأثيرات للكواكب خلال هذا اليوم فعشان هيك بتتعاملوا على حصد طبيعتكم مع الأحبة بدون لا إيجابية ولا سلبي أو بالنسبة للبيت السادس برضو خالي من الكواكب فعشان هيك على مستوى عملكم تتعاملوا بشكل طبيعي بتنجزوا عمالكم بشكل طبيعي ممكن بعضكم يهتم لبعض الشؤون الصحية أما بالنسبة للبيت السابع فما زال المقابل للك هذا في أشياء إيجابية بتدعمك على مستوى تعزيز العلاقة مع الشريك أو بداية علاقة أو تطور علاقة أو إشي العلاقة بالارتباط أو الزواج أو ممكن تطوير مرحلة جديدة تدخلوا فيها ولكن ديروا بالك من سوء فهم أو من إساءة من الشريك خلال هذا اليوم أنتوا تفهموا غلط فتصاعدوا المشكلة بشكل كبير أما بالنسبة للبيت الثامن فبرضو خالي من تأثيرات الكواكب فعشان هيك الأموال المشتركة ما في أي نتائج للأشياء أو الوعود أو شراكة أو دعم مالي خارجي أو بنوك أو ضريبة احذر من المخالفات والتصرف بطريقة ارتجالية بمشروع جديد أما بالنسبة للبيت التاسع فهو الشمس محترقة فعشان هيك أمور السفر ممكن تتعطل أو تتأجل أو ممكن يصير مشاكل على مستوى أو خلاف ما بينك وبين شخص أجنبي أو خارج البلاد أو سوء تفاهم عشان هيك اللي عنده امتحان أو عنده سفر بده يدرس ويستعد بشكل جيد وما يعتمد على الحضوض نهائيا أما بالنسبة للبيت العاشر فهونا بنحكي عن بيت السمعة ديروا بالك وخصوصا موليد العشرية الأولى ما تجازفوا ما تغامروا ما تشوهوا سمعتكم ما تدخلوا بأي شيء ممكن أنه يسبب لكم نوع من أنواع الحرج أو الخلافات موليد العشرية الثانية وثالثة الأجواء جيدة وممكن تعززوا علاقاتكم مع زملائك أو رؤساك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فهونا بيت الأصدقاء فبرضو خالي من التأثيرات فبتتعاملوا مع الأصدقاء بشكل ودي أو بشكل طبيعي على حسب طبيعتكم في منك رح يحقق إنجازات جيدة أو يتوجه لدعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو يسعد بلقاء بعض الأصدقاء أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو ضاغط بقوة ومضطرب فعشان هيك أهم شي دير بالك من الأعداء المتخفيين وراء صداقة احذر من بعض الأشخاص اللي بتتأمر عليك وبتحاول إنها يعني تحيك لك شيء أو مشكلة أو خلاف أو احذر من الأشخاص اللي بيحاولوا ينصب عليك أو يستغلوك ماليا انتبه لعملك انجزوا بالكامل بدون ما تخلي فيه نقص وانتبه للتقلبات الصحية اللي ممكن تصير وخصوصا للموليد العشرية الثالثة وبداية العشرية الأولى هاي النقاط وممكن برضو يعني يكون فيه نوع من أنواع الاهتمام بصحة أحد الأحبة برج الحوت طبعا بما إنه القمر موجود في بيت المتاعب فمعناته ما زالت الأجواء ضاغطة طول اليوم لغاية ساعات المساء بعدين القمر منتقل عندك شخصيتك بتتحسن وثقتك بالنفس بتصير غير وبصير فيه رغبة عندك للتحركات بشكل كبير صحيح أن الأجواء من الصباح راح تحس فيها اختلاف وفيها إيجابية ولكن كل ما اقتربنا لساعات المساء كل ما كانت أقوى بحضوظها ودعمها لإلك ورغبتك في إنجاز بعض الأمور أنا بفضل أن الأشياء الضرورية والمهمة أجلها لبعد ساعات العصر لحين انتقال القمر لعندك بيكون أفضل أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء هنا بتركز على بعض الأمور المالية في منك راح يحصل بعض المكاسب أو الاهتمامات المالية أو حقوق أو أشياء لها علاقة بدعم مالي أو من عمل إضافي أو هدايا ولكن الأهم أنه موليد العشرية الثالثة ضغط المالي عالي جدا عليهم مصاريف كثيرة أو التزامات أو دفعات أو ممكن أعباء مالية أو ممكن إحتيال نصب فقدان أموال بدكوا تنتبهوا من كل النقاط هاي يعني أي شيء له علاقة بالمقتنيات أو الأموال بدكوا تكونوا حذرين تعرفوا إمتى تصرفوا وتعرفوا إمتى إمتى تخبوا فلوسك وتتعاملوا مع مين ممكن يتغرر فيك بكل سهولة اليوم أو تبذخ فلوس ممكن تكون على أحد الأحبة أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا هنا بتعزز نقاط إلها علاقة بالاتصالات والحوارات والنقاشات وحتى على مستوى الامتحانات ولكن زاوية التقابل ما بين أورانوس وعطارد شوي بتضعف الظروف عندك فبتخليك شوي متسرع في بعض الأشياء فعشان هيك أثناء قيادتك بدك تنتبه أثناء حركتك بدك تنتبه أثناء تأديتك للامتحانات بدك تدرس وتستعد بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء خالية من التأثيرات على مستوى البيت يعني بتتعاملوا على حسب طبيعتكم بالنسبة للبيت الخامس برضو خالية من التأثيرات بتتعاملوا على المستوى العاطفي مع الأحبة على حسب طبيعتكم ما فيه أي تأثير لا إيجابي ولا سلبي على المستوى البيت السادس الزهرة موجودة بتعمل تقابل مع القبر فعشان هيك شوي الوهم والشك ممكن أن يسيطر عليك خلال هذا اليوم ممكن تتوسوس من مرض أو من تعب صحي أو تقلق من مسألة ما صحية وممكن برضو يكون في بعض النقاط القوى اللي لها علاقة بالعمل أو دعم عمل بشكل قوي جدا يعني زي عمل إضافي أو تنجز بعض الأعمال أو بعض الأشخاص يساعدوك في عمل ما أما بالنسبة للعذراء فهنا هذا ببيتك السابع بيت الشراكي بتتعامل ما بينك وبين شركائك بشكل ودي وطبيعي جدا ما في أي تأثيرات لا إيجابية ولا سلبية على حسب طبيعتكم برضو بتتعاملوا ما بينك وبين الأزواج أما بالنسبة للبيت الثامن فهنا الشمس محترقة ما بتشكل أي زوايا فعشان هيك بتكون تنتبهوا لأموالك المشتركة يتعاملوا بحذر ما تغامروا ما تجازفوا ما تدخلوا بمشاريع جديدة ولا حتى بمراهنات مالية في منكم ممكن شوي يعني يكون فيه إما مخالفة أو خسارة أو غرامة بدكوا تكونوا حذرين أما بالنسبة للبيت التاسع فهنا أول موليد الحوت هدولة بدهم يكونوا حذرين من أمور إلها علاقة بالاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو أمور إلها علاقة بالسفر أو التعامل مع أجانب أو امتحانات جامعية أو دراسة ما يعتمدوا نهائيا على الحظ يعني إن كان السفر مؤكد وبدك تطلع على المطار تفقد أوراقك شنتك أدويتك تفقد كل شيء تفقد السيارة تفقد حالك يعني بمعنى آخر يدير بالك لأنه عطارد شوي بيخليك تتسرع فالتسرع بيخليك تنسى أشياء وبيخليك تغلط في أشياء وخصوصا اللي إلها علاقة في البيت التاسع حتى على مستوى الامتحانات ممكن تبقى درس المادة وحافظها وفاهمها ولكن عطارد يعطيك تشجيع على أنك تغلط فدير بالك من نقاط وخصوصا أول موليد برج الحوت هذول اللي بدهم يكونوا حذرين ممكن تفتح لك نقاش أو حوار أو تستدرج ببعض الكلمات وممكن شوي تكون مش لصالحك يعني تتسجل عليك نقاط سلبي أما بالنسبة لبيتك العاشر بيت السمعة ما فيه أي تأثيرات للكواكب هو خالي بالنسبة لبيتك 11 يعني على مستوى بيت الأصدقاء شوي ممكن يصير خلاف أو نقاش أو استياء من بعض الأصدقاء في منك ورح ينشط بعمل العلاقة بالأصدقاء يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعد بلقاء بعض الأصدقاء في منك ورح يحاور بجدية ولكن موليد العشرية الثالثة بدون يحذروا من أصدقاء متخفين أو من نصب أو انتهاء علاقة مع صديق أو سوء تفاهم حد جدا ما بينك وبين صديق أما بالنسبة لبيت المتاعب فبيت المتاعب طبعا القمر موجود فبيظل التعب مسيطر عليكم زي ما حكينا لغاية ساعات الصباح بعدين من ساعة الصباح الأجواب يصير إيجابية وبتدعمكم بشكل أقوى وأفضل وبتحقق يعني نشاط عالي جدا وممكن أنك تعوضوا الأشياء اللي صارت معكم بالفترة الماضية من الضغطات والإحباطات هيك من نكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء